الحكومة الشرعية تسعى لإيجاد سلام مستدام غير أنها تعاني من صياغ السلام المطروحة الآن والتي تحمل عنوين السلام بينما تفضي إلى مزيد من الصراع هذا ما قاله رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك في حوار صحفي على هامش زيارته إلى بريطانيا وشكك في إمكانية تحول الحوثيين إلى حركة سياسية حتى لو توقفوا عن هجماتهم في البحر الأحمر مشيرا إلى ارتباط تصرفات الحوثيين بالأجندة الإيرانية بن مبارك طالب بتغيير السردية الغربية حول الحرب في اليمن مع التركيز على الخطر الذي يمثله الحوثيون ولس فقط الجانب الإنساني للصراع مشيرا إلى أن هناك تحولا في رؤية القوى الدولية للحوثيين بسبب عملياتهم في البحر الأحمر إلا أنه لم يشر في أي اتجاه هذا التحول وتأثيره على الأزمة اليمنية لم تقدم جماعة الحوثيين حتى الآن رؤية محددة للسلام مع استمرارهم في ربط أي مفاوضات بإنهاء ما يسمونه الحصار الجوي ورفع القيود المفروضة على الموانئ وصرف المرتبات وبالرغم من الحديث عن التقدم الذي أحرز على صعيد التوصل لخارطة طريق لتسوية مع السعودية إلى أن تطورات الأزمة في البحر الأحمر قد تسببت في توقف العملية برمتها فيما يشير مراقبون إلى ضغط أمريكي على السعودية للتأثير على مسار المباحثات تساهم العوامل السياسية في تأجيج الصراع في اليمن يأتي على رأسها تدخل الدولي السلبي والصراع المحلي على الموارد والسلطة والثروة ويؤدي تدخل قوى دولية مثل إيران والسعودية والإمارات والولايات المتحدة إلى تعقيد جهود الحل وتفخيخ اتفاقات السلام من خلال دعم الميليشيات على الأرض أو فرض رؤى لا تحقق السلام الدائم بقدر ما تحقق الأهداف الخاصة لهذه الدول تصريحات رئيس الأزراء بالمبارك تحذر من أن حدم التوصل إلى تسوية عادلة في اليمن سيؤدي إلى تفاقم الأزمات واستمرار الصراع المدمر كما يشير إلى أن همنة الحثين على السلطة سيقوض حقوق الإنسان والحريات الأساسية ما سيشعل نار الصراعات الجديدة في المستقبل القريب